السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التوحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو الفرق بين التأخر الدهني وتأخر تنمية المهارات يعني التأخر المهارات لأني لاحظت أنه في الكثير من الأمهات عملوا تخطيط الدماغ لا يوجد شيء وعملونهم في التشخيص التأخر الدهني أو مرض عقلي أو طفل معوق وكثير من هذه الأمور هنا في قناتي في اليوتيوب وكذلك في صفحتي على الفيسبوك والأمهات بدأوا يشتكون لأنهم لاحظوا بأن في التشخيص للتوحد لا يوجد أي تخلف دهني أو إعاقات أنا ابني توحد شديد فبعض الأمهات كانوا يقولون إذن ابنك معوق لأن المختصات الذين عملوا لهم التشخيص عملوا لهم أن أطفالهم معوقين يقولون لهم طفلك توحد ولديه إعاقة أي إعاقة تقصدون المهم اليوم سنشرح هذه الأشياء طبعا الموضوع يتعلق بالورقة الرابعة عشر من مقياس كارز الذي هو مقياس تقدير التوحد في الطفولة المقياس الرقم الورقة أربعة عشر تقول مستوى اتساق وتبات الاستجابة العقلية يعني ها هو في التشخيص موجود أربع مستويات لمستوى اتساق وتبات الاستجابة العقلية في الأول طبعا المفروضة المختصة تأخذ هذا المقياس وتبدأ بسؤال الأم والأب والأب الأم يبدأون بالإجابات هنا قبل عمل أي تحاليل أو تخطيط الدماء سأشرح لكم بالتفصيل من الأول إلى الأخير حتى تستطيعوا فهم حالة طفلكم جيدا المستوى الأول يقول الدكاء عادي وتابت بدرجة معقولة عبر المجالات المختلفة يعني الطفل في مثل ذكاء الأطفال العاديين في مثل عمره وليس لديه أي مهارات أو مشكلات عقلية غير مألوفة هنا نقصد بالأطفال العاديين يعني الأطفال الذين ليس لديهم أي اضطراب في مثل عمره في مثل عمره يعني إذا طفلك سنتين تقارنه مع طفل ليس لديه اضطراب عمره سنتين إذا طفلك خمس سنوات يجب مقارنته مع طفل ليس لديه اضطراب لديه خمس سنوات يعني في نفس العمر وهكذا يعني الحالة الأولى المستوى الأولى الطفل لا يكون لديه أي فرق بينها وبين طفل ليس لديه اضطراب من حيث الاستجابة العقلية يعني من حيث الدكاء والفهم ننتقل إلى المستوى الثاني الذي يقول الأداء العقلي غير السوي بشكل طفيف الطفل ليس في مثل دكاء الأطفال العاديين في مثل سنه ويبدي تخلفا متساويا في كل المجالات هنا يعني يبدأ يعني ممكن المختص يلاحظ أو الأم أو الأب يلاحظون بأن طفلهم الطفل ليس في مثل دكاء الأطفال الذين ليس لديهم اضطراب في مثل سنه طبعا ويبدي تخلفا متساويا في كل المجالات يعني يبدأ تراجعا يبدي تراجعا ولكن طفيف ليس بقوة هنا في المرحلة الأولى والثانية إذا كان في بعض الأشياء يعني هنا يعني يكون الطفل فقط يعني المستوى الثاني يكون الطفل فقط يحتاج إلى تنمية مهارات تنمية مهارات فقط لأنه مازال صغير ولأن إضطراب التوحد قلنا من صفات التوحد هو أن الطفل يفقد بعض المهارات فمن الطبيعي عند عمل التشخيص تلاحظ الأم أو المختص يلاحظ بأنه ينقصه بعض المهارات بحيث أن إدراكه ممكن يكون ناقص ذكاءه يكون ناقص لكن هذا لا يعني أنه متخلف دهنيا ولكن يحتاج تنمية مهارات فقط وتعديل سلوك طبعا هذا بالنسبة للحالة الثانية الحالة الثالثة سأعملكم أمثلة حتى تفهموا أكثر المرحلة الثالثة هي أو المستوى الثالث هو الأداء العقلي الغير ساوي بشكل متوسط يعني الطفل ليس في مثل ذكاء الأطفال العاديين في مثل سنه ومع ذلك فإن أداء الطفل قد يكون ساوي تقريبا في مجال عقلي أو آخر يعني هنا أيضا في المستوى الثالث دكاء الطفل قليل بعد الشيء ممكن إدراكه أيضا هنا هنا يكون إدراكه حتى تكونوا فهمين أكثر في المستوى الثاني يكون إدراك الطفل متوسط وحتى الدكاء يكون متوسط لكن في المستوى الثالث يعني يكون الإدراك يكون ضعيف والفهم ضعيف الدكاء يكون ضعيف يعني كلما دربت على شيء يعني تكون تعملين لها ترمية مهارات فتلاحظي أنه فيه بطء في الفهم يكون باطئ تكرر عدة مرات حتى يستطيع الطفل استيعاب ما تقولينه هنا يكون في المستوى الثالث ولكن إلى حد الآن لا يوجد أي تخلف في هذه الثلاثة ثلاث مستويات لا يوجد أي تخلف عقلي نهائيا المستوى الرابع والآخير ماذا يقول الأداء العقلي غير السوي بشكل حاد هنا يكون الطفل ليس في مثل دكاء الطفل العادي في مثل عمره فإن أداءه قد يكون حتى أفضل من الطفل السوي في مثل عمره في مجال أو أكثر الطفل ليس في مثل دكاء الطفل العادي ولكن قد يكون حتى أفضل من الطفل السوي في مثل عمره هنا حتى تلاحظي الفرق كما قالت أحد الأمهات لديها ثلاث أطفال إثنان لديهم تخلف عقلي يعني إعاقة عقلية وواحد لديها يعني التراطيف التوحد قالت بأن ابني الذي لديه التوحد هو أسوأ من الذين لديهم تخلف عقلي وهي قالت الحقيقة قالت الحقيقة لأنه الذين لديهم التخلف العقلي يعني يقدمون لهم أدوية للأعصاب لتهدئاتهم وكذا الأمراض العقلية يعني الأدوية من قبل طبيب الأعصاب هو الذي يصف هذه الأدوية طبعا قالت بأن أطفالها أفضل لماذا؟ لأن الأطفال الذين لديهم أمراض عقلية أو تخلف دهني يحتاجون أدوية عصابية طبية مباشرة ولكن هل يكون لديهم دكاء أطفال التوحد؟ طبعا لا هذا هو الفرق يعني بمجرد أنه يأخذ الدواء يصبح طفل عادي مثله مثل كل أطفال لكن طفل التوحد حتى لو قدمت لها الدواء ستبقى عصابيته التي هي مع سلوكه يعني يحتاج دائما إلى تطبيقات الأي بي آي تعديل سلوك وتوجيه وكذا يعني هذه الأشياء من صفاته من صفات التوحد يعني الدواء لا يصلح لأطفال التوحد نهائيا لكن يصلح للأطفال الذين لديهم تخلف عقلي لذلك أنا لا أوافق التشخيصات التي يكتبون فيها توحد مع إعاقة لا يوجد توحد مع إعاقة يوجد إعاقة دهنية أو تخلف دهني وحدها ويوجد توحد شديد وتأخر مهارات وليس تأخر دهني هنا حتى تكونوا يعني في بعض الأمهات يكتبون تأخر فقط لكن فيه اختلاف كبير تأخر المهارات يحتاج إلى تنمية مهارات يعني بالتدريبات فقط وحصص فردية أو مركز وكذا ولكن تأخر دهني أو عقلي يحتاج إلى أدوية من قبل طبيب الأعصاب ولا يتركه للأبد يعني يتناوله للأبد وكيف نتبت ذلك؟ نتبت ذلك طبعا هي هذه المرحلة هي الرابعة هي الرابعة وتخلف دهني وعقلي يعني يكون الطفل انظروا كتبوا قد يكون حتى أفضل من الطفل السوي الطفل السوي هو الطفل الذي ليس لديه اضطراب في مثل عمره في مجل أو أكثر يعني يكون تصرفاتها عادي ينظر إليك يتكلم يفعل كل شيء الذي يفعله الطفل الذي ليس لديه أي اضطراب ولكن يكون لديه تخلف عقلي الذي أته من ماذا؟ التخلف العقلي يأتي من يعني نتأكد منه بالتخطيط الدماغ تخطيط الدماغ لمعرفة إذا الطفل يحتاج أدوية أو لا يحتاج إلى أدوية بل يحتاج إلى تنمية مهارات فقط وتعديل سلوك بتطبيقات الأي بي آي وغيرها يعني تعملين تخطيط دماغ إذا عملت تخطيط دماغ ماذا يكشف تخطيط الدماغ؟ في بعض الأم هتقول يكشف فقط على يعني الكهرباء الزائدة في الدماغ؟ نعم تخطيط الدماغ يكشف على الكهرباء الزائدة في الدماغ ويأخذ الطفل أيضا يأخذ في هذه الحالة أدوية الأعصاب حتى لا تتطور إلى صرع الصرع صعب جدا يعني للطفل حتى للكبار طبعا وكذلك ثانيا يكشف على الأكياس الأكياس الموجودة في الدماغ التي تحتاج إلى عملية جراحية وفي غالب الأحيان لا يستطيعون عمل هذه العملية الجراحية لأن نجاحها يكون ما بين خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة يعني ليست ناجحة تقريبا ليست ناجحة الكثير عملوا هذه العمليات للرأس يعني عاشوا فقط سنة أو سنتين وبعدها تدهورت حالتهم الصحية لذلك لا أحد يجرؤ على عمل هذه العمليات خاصة للأطفال الصغار حتى الأطباء يعني يقومون بعمل ورقة وتعملين إمضاء يعني كل شيء يعني نتيجة العملية هي مسؤولية الأب والأم لأن العملية ليست ناجحة الطبيب لا يكذب عليك يقول لك يعني أن هذه العملية ليست ناجحة لأن الطفل ولد بهذه الأكياس خاصة إذا كانت في مناطق معينة ضيقة جدا لا يستطيع الطبيب فعل أي شيء يوجد أيضا دمر دماغي دمر دماغي طبعا عند الولادة يظهر عند الطفل يعني نقص في المناعة يكون لديهم تسمم معادن يكون لديهم يعني نقص حتى في الجسم عند الولادة أي شخص أي شخص يستطيع أن يعرف أن هذا الطفل لديه تخلف دهني ودمور دماغي فيها أيضا لكمات في الدماغ بحيث تكون فيه تشوهات خلقية في الخلايا الموجودة في الدماغ أيضا كل هذه الأشياء تؤدي إلى أن الطفل يكون متخلف عقليا يعني كل هذه الأشياء تكون منذ الولادة يعني الطفل يظهر خلال تصرفاته منذ الصغر والطبيب المفروض إذا كان لديكم دوريا تذهبون إلى الطبيب طبيب الأطفال يستطيع الطبيب أن يلاحظ ذلك عند الأطفال أقل من سنة يظهر فيهم هذا التأخر الدهني وهو الذي يعني يقوم بإرشاد الأولياء طريق العلاج الطبي يعني ليس تنمية مهارات هذا هو الفرق الفرق بين التخلف الدهني والعقلي يعني التأخر الدهني والتأخر للمهارات هو التأخر المهارات يخص أطفال التوحد أو الذين لديهم اضطرابات يعني يحتاجون فقط تنمية مهارات بالتدريبات والمصاجات وأشياء مثل هذه ولكن التخلف الدهني يجب 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 أدوية من قبل طبيب الأعصاب والأمراض العقلية وللأبد يعني يأخذ هذه الأدوية للأبد يوجد تحاليل دم أيضا تحاليل دم تثبيت يعني إذا كان فيه وراتة في العائلة تحاليل جينية تعمل للطفل وللأم والأب حتى يعرفوا إذا كانت فيها جينات أدت إلى هذا التخلف الدهني أيضا يعني في بعض الأحيان الدماغ تخطيق الدماغ ليس فيها أي شيء لكن التحليل الجيني يكون فيه بعض تشوهات جينية وراتية تؤدي إلى تخلف دهني ويكون واضح أيضا منذ الولادة يعني الطبيب المفروض يعرف هذه الأشياء منذ الولادة لذلك أنا وضعت منشور حتى في صفحة على الفيسبوك أوتيزم ألجيو واسي أنه يكشف على التأخر الدهني بتحاليل دم وكذلك بتخطيط الدماغ يعني إذا عملتم تحاليل جينية للدم وتخطيط الدماغ الاثنين هما أكبر إثبات للتخلف الدهني غير هذا المفروض المختص لا يكتب لكم في تشخيص بأن طفلكم تخلف دهني بل تأخر مهارات مثل ما كتبوا لي في تشخيص ابني عندما نسي كل شيء نسي كل شيء حتى الكلام أيضا توقف عن الكلام فكتبوا لها تأخر يعني توحد شديد ويراتي مع تأخر تأخر مهارات وليس تأخر دهني يعني حتى تكونوا هنا متفهمين على الوضع تأخر مهارات وبالفعل أنا إلى حد الآن لدي سنتين وأنا أدرب ابني بدون انقطاع الحمد لله يعني كان مستوى في مقياس كارزة هنا ستون في التشخيص الأول عندما أسألكم ما هو تشخيص طفلكم أنا أقصد التشخيص الأول الذي عمل للطفل ماذا كتبا فيه أنا كتبا لطفلي توحد شديد ويراتي مع تأخر مهارات وكان ستون في كارز هنا في أمريكا لا يستعملون كارز يستعملون حاليا أنا استعملوا لابني قبل سنتين طبعا استعملوا كان عمر ابني سنتين استعملوا DSM5 وهو آخر تشخيص في أمريكا يضم كل الإضطرابات تشخيص كارز يعني فيه تقريبا توحد لذلك سمي بتقدير التوحد في الطفولة مقياس تقدير التوحد في الطفولة وفيه عدة مقاييس كارز ثلاثة أربعة خمسة يعني هذا هو الأخير لكن حاليا في أمريكا يعني ابني عملوا له DSM5 الذي هو يخص كامل اضطرابات ويخص أيضا التخلف العقلي وفيه أيضا أسئلة حول البيئة وكيف كان قبل الولادة يعني كيف كانت حياتنا الزوجية قبل أن أكون حامل بهذا الطفل حتى يعرف أسباب التوحد لأن أسباب معرفة أسباب التوحد تساعد كثيرا المختص على عمل خطة علاجية فرضية جيدة للطفل ويكون حتى الأب والأم مرتاحين نفسيا عند علاج طفلهم لأنهم يعرفون من أين جاء هذا التوحد وهل يشفى أم لا مثلا أنا ابني ويراتي ولديها مشاكل حسية مزمينة في العمود الفقاري وأثبتنا ذلك بأشعاء للعمود الفقاري عند مختص الكايرابراكتك وكتصورت كل التحالي طبعا ويعني أنا أعرف أن ابني لن يشفى تماما ولكن هل هذا يعني أنه لا أعمل أي شيء أذهب لأنام فقط لا أنا إلى حد الآن أنا لا أقدم أي أدوية طبية لابني أي شيء لا أدوية طبية ولا حمية غذائية لأني عملت حالي لتسمم معادل لا يوجد شيء لابني بالرغم أنه توحد شديد يعني التحاليل والأشعاء تتبت أشياء كثيرة يعني برنامج صحبة أمل يعتمدون على الوثائق وليس الكلام في الفراغ يعني التشخيص إذا كان فقط بالكلام رح يكون دائما ناقص مهما يعني شرحت لكم رح يكون ناقص لذلك أنا عندما أشرح لكم شيء أقدم لكم عدة حالات وأنتم من يقررون حالة طفلكم ماذا يحتاج وعليه تستطيعون معرفة التدريبات الخاصة التي تساعده أو العلاجات أو يعني التحاليل التي تكشف عن تلك الأعراض يعني كل شيء في محله علاج التوحد مجال واسع واسع كثيرا وأنا أحضر لكم تسجيل وضعت فيه كل الأشياء التي تخص علاج التوحد في مختلف مستوياته وعملتها على شكل نيقاط واحدة للأخرى ليس تعملونها بالترتيب وإنما يجب أن تكون موجودة عندكم يجب أن تتوفر عندكم تلك الشروط التي هي نحتاجها أساسا برحلة علاج أطفال التوحد إن شاء الله فقط أنهي مقياس كارز بقي لي فقط ورقة واحدة وهي انطباعات عامة وبعدها أشرح لكم خطوات الخطة العلاجية أو خطوات علاج أطفال التوحد بصفة عامة يعني ماذا تحتاجون لعلاج أطفالكم حتى إذا كانت أمهات جدد معنا أو آباء جدد يعرفون ماذا ينتظرهم علاج التوحد هو ليس يوم أو اثنان علاج التوحد فيه أشهر وسنوات ولازم صبر 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 كثير جدا ومساعدة من قبل كل أفراد العائلة والباقي طبعا على ربي سبحانه وتعالى نحن نفعل ما علينا لنحسن مستوى الطفل مهما كان وضعه والباقي على ربي سبحانه وتعالى والشفاء من عند ربي سبحانه وتعالى بإذن الله لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا استفدتم وطبعا أي أسئلة أكتبوها في التعليقات لنتناقش فيها طبعا ونحن نتعلم من تجاربنا أنا أيضا أتعلم من تجارب الأمهات الذين أطفالهم أكبر من ابني طبعا ويعني اشتركوا في القناة إذا كنتم أمهات أو أعضاء جدد ولدي قناة تانية اسمها برنامج صحبة أمل شرحت فيها خطوات برنامج صحبة أمل الخمسة وكذلك كل الأنشطة التي يحتاجها أطفالكم من أجل تنمية مهاراتهم أنشطة يومية حتى لا تتركوا مجال الطفل للتراجع يجب أن يتقدم إلى الأمام ولا يتراجع بإذن الله إلى حد ووصول إلى مرحلة الشفاء التام بإذن الله والسلام عليكم نهاركم مبارك